الله محمد الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين النجباء صلى الله وسلم عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وسيد الوصين وقائد الغر المحجلين ما خاب من تمسك بكم وفاز متبعكم وأمنا من لجا والتجا إليكم سادتي يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما لبس الإسلام أبراد السوادي يوم أودى المرتضى سيف المراد ليلتان ما أصبحت إلا وقا غلب الغي على أمر الرشادي وصلاح خفضت أعلامه وغدايا ترفع أعلام الفساد مرعى الغادر شهر الله في حجة الله على كل بلال عبادي وببيت الله جد له سيجد أن ينشج من خوفي المعادي يا ليالي أنزل الله بها سوار الذكر على أكرم هادي محيت فيك رغم العلا آية في فضل هذيك ينادي قتلوه وهو في محرابه طاوي الأحشاء عن مائي وزادي عاقر الناقة مع شقوتي ليس بالأجزة ليس بالأشقى من الرياج المراد فلقد عمم بالسيف فتن أما خلق الله طريان بالأياد فبكاه الملأ الأعلى دما وغدا جبريل بالويل ينادي هدمت والله أركان الهدى حيث لا من منذر فينا ولا من هادي لكن اصفرت ألوانا وسال دمع وظلي نادي لاتحيجوني بالبات يا أولادي سكتوا ترنز في الدماء ذوّبوا فادي وشالوا فوق الروس والضجّر تفعا وزينب تناديها الذي محمول من وين لأنها نظرت بأبي وأمي إلي وهو محمول على أكتاف الرجال ما صدقت ما رأته عيناها أهذا هو علي خواض الغمرات أهذا الذي هو تهابه ليوث الوغى في الحراب وإذا به محمول بتلك الهيئة والدماء تسيل من عليه وزينب تناديها الذي محمول من وين بلّ اخبروني بالعجل يا هاشمين قالوا لها يمخدّر هاد أبو حسين صرخت وصفقت بيدها وبالحال خرّت وظلت تنادي والدماء بالخد همّال أطلعت سالم ورجعي تليّة بهالحال محمول يا أبو حسين فوق تشتايف على المعدد لهَمْanda بَنِي عَدْنَان ذَلَّا وَلَكِنَّ الْأَمْرَ لِلَّهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِي العَظِيمِ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف ذي العباد آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم أمير المؤمنين سلام الله عليه وهو نفس رسول الله وأخو رسول الله وخليفة رسول الله ووصي رسول الله وهو أشرف الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وآله بنص القرآن وبنص أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله المستفيضة التي لا ينكرها إلا من كان له غرض أو كان في قلبه مرض هو أخو رسول الله وله الكثير من الخصائص والفضائل التي تشير إلى ذلك أمير المؤمنين كان من حسد أعدائه وخوف محبيه وشيعته حسده أعدائه بغضى فأخفوا فضائله ومناقبه وأخفى أيضا محبوه فضائله ومناقبه خوفا على أنفسهم وإذا به يخرج بين هذا وذاك ما ملأ الخافقين له الكثير من الفضائل والكثير من المآثر التي ومع الأسف أخذوها وجعلوها وألصقوها بغيره هو الفاروق الأكبر بين الحق والباطل وهو الصديق الأكبر وهو النور نور الله جل جلاله وإذا به هذه العلقاب و هذه الصفات تعطينا غيره وينوه بغيره أمير المؤمنين إذا فتشت في أقواله ومآثره تجد العجب العجاب و لذلك عندما تمر بمقولة ويكتب حول هذه المقولة أو هذه العبارة قال أحد الحكماء أو قال أحد الفلاسفة فتوقف قليلا وأمعن النظر وفتش فلربما تكون هناك أياد أثيمة نسبت هذا القول لأمير المؤمنين إلى بعض الحكماء أو بعض الفلاسفة الذين لا يعرفون من يكون كثير من أقوال أمير المؤمنين هكذا تعامل معها المغرضون ولذلك أمير المؤمنين سنحن نتحسف ويصيبنا الألم لما نجد من أن الأمة تنبذ وراءها أمير المؤمنين تأخذ أقواله وتنسبها إلى غيره أمير المؤمنين أيضا تحسف عندما قتل مالك الأشتر مالك الأشتر عندما بعثه إلى مصر وعهد إليه بذلك العهد المعروف بعهد أمير المؤمنين لمالك الأشتر تضايق أمير المؤمنين أن لا يقع ذلك العهد في يد أعداء أمير المؤمنين فيأخذوه وينسبوه إلى معاوية لأن هذا عهد أمير المؤمنين لمالك الأشتر هو دستور دولة وهكذا يأتون ببعض الأقوال الركيكة ويضعونها إلى جانب أقوال أمير المؤمنين مثلا يقول أحد المؤمنين عندما كنا في ميناء وزقنا الله وإياكم حج بيته الحرام في هذا العام وفي كل عام إن شاء الله في ميناء التقيت بعض المخالفين وجلست إلى جانبه يتحدث معه عن الشأن العام للأمة الإسلامية وما يعتريها من الظلم والجور فقلت مقولة أمير المؤمنين لا تكن عبدا لغيرك وقد خلقك الله حرة وإذا بذلك المخالف يقول أيضا قال فلان من الناس الخليفة الفلاني متى استعبدتم الناس وقد خلقتهم أو ولدتهم أمهاتهم أحرار أين هذا الكلام من ذلك الكلام هذا كلام أمير المؤمنين كلام المعصوم كلام الذي تتفجر الحكمة من جوانبه كما قال عنه ضرار بن أبي ضمر عندما دخل على معاوية كلام الحق وبينما هذا كلام باطل عندما ولي الولاة المفسدون وعاثوا فسادا وظلموا الناس جاء له وقال له ذلك الوالي على مصر متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرار يعني بعدما فوقع الفأس في الرأس أين هذا أين الثرى من الثرية لا يوجد أي مقايسة بين هذا القول وذلك القول وقس على ذلك كثير من الأمور يأتون بها ويضعونها إلى جانب فضائل أمير المؤمنين ويوريدون لها أن تضاهي ما عند أمير المؤمنين من الفضل ومنها هذه الآية الآية التي صدرنا بها الحديث بداية المجلس ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد تدري هذه الآية نسبوها إلى من يعني لا أقول أن الذي قال أنه المصداق لهذه الآية هو عبد الرحمن بن ملجم ذلك الذي قال هذا القول ويقول بأن هو مصداق كبير لهذه الآية لذلك ينسب له هذه الأبيات التي يقول فيها يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا إني لأذكره فأحسبه أو فالبرية عند الله ميزانا لكن بعضهم قال بأنها نزلت في صهيب صهيب الرومي هو الغرض ليس ذلك ولا هذا هو الغرض أن تصرف الآية عن أمير المؤمنين كثير من الآيات والأحاديث جاءوا للحديث قالوا بأن هذا الحديث سنده ضعيف أو أنه شكك في الحديث لكن إذا رأوا أن الحديث لا مجال للتشكيك في سنده وفي إثباته يأتون إلى المعنى الذي جاء من أجله الحديث ويصرفونه إلى معنى آخر ويقولون بأن قول رسول الله صلى الله عليه وآله من كنت مولاه فعلي مولاي يعني الصاحب المحب كلها معاني بعيدة لكن المعنى القريب الذي أراده رسول الله صلى الله عليه وآله لا يصرفونه هي محاولات بائسة أيضا هذه الآية قالوا نزلت في صهي بن الرومي قال بعضهم متى نزلت في صهي بن الرومي قال عندما هاجر إلى المدينة بدأت الهجرة الثانية إلى المدينة المنورة هو هاجر هو هاجر خرج من مكة بأمواله ولما صار في منتصف الطريق لحقته قريش وأمسكت به وأوثقه فعرض عليهم لو أخذتم أموالي وتركتموني وشأني فاستحسنوا هذا العرض وأخذوا أمواله وتركوه ومضى إلى المدينة ولما وصل إلى رسول الله أخبره بما جرى عليه فأخبره رسول الله بأنه نزل فيك القرآن يقول ومن الناس من يشري نفسه افتغاء مرضات الله زين يقول العلامة الطبا طبائي هناك فرق بين من يشري ومن يشتري الآن صهيب اشترى نفسه أم شرى نفسه هو اشترى نفسه اشترى نفسه والدليل على ذلك في قوله تعالى وشروه بثمن بخس يعني شروه يعني بتاعوه إذن لا يصح ذلك لأن ذلك السلوك كان اشتراء وليس لم يشر نفسه وأنما اشتراها والحق أنها نزلت في أمير المؤمنين واستفاضت الكلمة واتفقت على أنها نزلت في أمير المؤمنين شاء من شاء وأبى من أبى وتعال شوف ظروف نزول هذه الآية وكيف أن الله سبحانه وتعالى أشاد بأمير المؤمنين متى عندما بات في فراش رسول الله صلى الله عليه وآله نكلت قريش بالمسلمين وضايقتهم واستشهد من استشهد تحت وطأة التعذيب كسمية وياسر أبوى عمار ولما مات أبو طالب وكان أبو طالب يشكل منعة كبيرة للمسلمين ولبني هاشم خاصة ولرسول الله بشكل أخص نزل عليه الأمين جبرايل وقال له يا محمد ليس لك محام في هذه الديار هاجر وأمر المسلمين بالهجرة وهاجروا لكن رسول الله صلى الله عليه وآله لا يصح أن يكون أول من يهاجر صحيح أن الأمر بالهجرة قد نزل لكن رسول الله صلى الله عليه وآله كان ينتظر إذنا خاصا إلى أن أذن له بالهجرة بعد أن تضاءل عدد المسلمين وأحست قريش بذلك لما أحست قريش اجتمعوا في دار يقال لها بدار ندوى وهذه الدار التي لا يجتمعون فيها إلا لأجل مصيبة ماذا تفعلون مع محمد قال أحدهم نقتله ونريحه أنفسنا منه قال آخر لا نبعده عن مكة وانتهى الأمر قال ثالث لا نبقيه عندنا محبوسا إلى أن يموت تقول الرواية بينما هم كذلك يتشاورون في دار الندوى وإذا بشيخ نجدي جالس بينهم في تلك الدار وقال لهم لا هذا ولا ذاك إنما اجمعوا سيفا من كل قبيلة من قريش وليهجم هؤلاء من جمعتموهم عليه وليضربوه ضربة واحدة ليتفر قدمه بين قبائل قريش حتى لا تدرك هاشم ثارة استحسنوا رأيه تقول الرواية أن الذي أشار عليهم هو إبليس لكن التحقيق من علمائنا يقول أن إبليس بريء من هؤلاء النفر دار يجتمع فيها أبو سفيان ومعاوية وأبو جهل وأبو لهب وعمر بن العاص والمغيرة وشيبة وعتبة والوليد يحتاجون بعد إبليس يقعدوا ياهم فهمهم ما يحتاجون بعد إبليس يقول التحقيق من بعض العلماء أن إبليس لم يكن معهم بل هو كان المغيرة الذي أشار عليهم بذلك الرأي وترى لا تستبعد غير مستبعد لأن المغيرة صدرت منه أمور ميزته عن غيره بأنه كان السباق إليها من هذه الأمو هو أول من أشار إلى قريش لقتل رسول الله هذه واحدة في دار الندوة وهو أول من أشار على المهاجرين والأنصار بأن يجتمعوا في السقيفة يوم منفات رسول الله اجتمعوا في سقيفة بن ساعدة لتقرروا وهو أول من نادى الخليفة الثاني بأمرة المسلمين بأمرة المؤمنين هذا لقب لأمير المؤمنين حتى الأئمة سلام الله عليهم لا يدعون هذا اللقب وإذا به أول من ينادي ذلك الرجل ويقول له يا أمير المؤمنين وهو أول من أشار إلى معاوية بأن يستخلف يزيدا من بعده هذا المغيرة وهو أول من صعد المنبر وأخذ يسب أمير المؤمنين فهذه كلها سوابق له كلها أمور سبق بها غيرها فالمغيرة أشار عليهم بهذا الرأي فضربوه ضربة واحدة ليتفرق دمه بين قبائل قريش وانتهى الأمر رسول الله صلى الله عليه وآله نزل له الإذن بالهجرة في تلك الليلة واجتمعت السياف واجتمع الرجال حول الدار وإذا به ينادي عليا يا علي أمرت أن أهاجر في هذه الليلة وأن الخطر محدق خارج الدار وأنهم اجتمعون لقتلي أو تناموا في فراشي أطرق أمير المؤمنين برأسه وقال أو تسلم يا رسول الله أو تسلم قال نعم أسلم قال في ذاك روحي وسجد شكرا لله وكان أول سجود شكرا لله وسجد شكرا لله بأن الله اختاره فداء لرسول الله صلى الله عليه وآله وبالفعل اجتمل برداء رسول الله ونام في فراش رسول الله فداء لرسول الله وخرج رسول الله وقبض قبضة من التراب ورماها في وجوه القوم وقال شاهت الوجوه ومر من أمامهم وأراد رسول الله صلى الله عليه وآله أن يؤكد لهم أنه مر من أمامهم أخذ التراب ويضعه فوق رؤوسهم حتى لا يقول قائل منهم بأنه تسور من الجدار الخلفي أو خرج من الخلف أو أنه خرج بطريقة ملتوية لا خرج من أمامكم يمرغكم وهاجر رسول الله صلى الله عليه وآله تقول الرواية بأنه في الطريق التقى بالأول وقال له أصحبك يا رسول الله صلى الله عليه وآله فوافق رسول الله بأن يصحبه وجاء معه إلى أن وصل إلى الغار وصل إلى الغار ودخل معه رسول الله الغار لما أحست وعلمت قريش بأن رسول الله قد هاجر وإذا به يخاف ويرتعى ورسول الله صلى الله عليه وآله يقول له لا تحزن بنصر القرآن لا تحزن إن الله معنا لكن الخوف كان يعتلي هذا يساوى بمن اجتمل برداء رسول الله ونام في فراشه والخطر محدق برسول الله والخطر محدق بتلك الدار وقد علم أن الخطر محدق وما سأل عن نفسه يعني يا أمير المؤمنين أنت سألت عن سلامة رسول الله أهو يسلم أم لا يسلم زيني سأل عن نفسك أتسلم أم لا تسلم لا لا يهم من ذلك سلامة رسول الله هي الأهم ما سأل أمير المؤمنين ما سأل عن سلامته ولا عن وضعه ماذا سيقول إليه وبات في فراش رسول الله لا يساوى هذا بذاك لذلك نزلت الآية ومن الناس من يشري نفسه افتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد فدى نفسه فداء لرسول الله وفداء للإسلام وفداء لدين الله وصبر على الأذى وتحمل وكان نعم العون لرسول الله لذلك هو وصي رسول الله وهو خليفة رسول الله بحق جاهد على التنزيل وجاهد وقاتل على التأويل ومن هوان الدنيا على الله أن يبعد أمير المؤمنين الذي كان إلى جانب رسول الله من اليوم الأول في الإسلام وهو السابق للإسلام وإذا به يبعد وإذا به يحارم وإذا به يشتم ويسب ويلعن على المناس وقابر وهذا الزيف الأموي علي لا يصلي علي لا يصلي ولذلك عندما وصل الخبر خبر هذه الضربة في هذا اليوم لعندما وصل خبر ضربة أمير المؤمنين إلى أهل الشام بأن علي ضرب في محراب أو علي يصلي وعلي يصلي لكنه من هوان الدنيا على الله أن أمير المؤمنين البطل المغوار الذي تهابه ليوثي الوغاء وإذا به في مثل هذا اليوم مسجن على فراشه لا يستطيع النهوط يغمى عليه تارة ويفيق تارة أخرى وأهل بيته مجتمعون حوله هذا يلطم على وجهه وذلك يضرب على رأسه تحيرون بأبي وأمي ماذا يصنعون يقول الأصبغ بن نباتة عندما أمرنا أبو محمد بالانصراف وانصرف الجميع بقيت مكاني سمرت قدماي عندما بالدار وأخذت أبكي حتى ارتفع صوتي فخرج إلي أبو محمد يا أصبغ ألما أمركم بالانصراف قال لم تطاوعني قدماي يا مولاي أبا محمد أريد الدخول على مولاي أريد شوفه أدخلوني عليه أدخلوه عليه يقول أدخلوني على أمير المؤمنين ونظرت إليه معصب بعصابة صفرا لا أدري أيهما أشد صفرة العصابة أم وجهه الشريف وهو مغمن عليه فبكيت حتى أفاق ونظر إلي وقال يا أصبغ إنها والله الجنة قلت يا أمير المؤمنين إني أعلم أنك صائر إلى الجنة لكنني أبكي على فراطك هذا الأصبغ بن نباتة يبكي على أمير المؤمنين لما نظر إليه بذلك الحال ساعد الله قلب أولاده ساعد الله قلب العقيل زينب لما نظرت إليه وساعد الله قلبها عندما تصدع قلبها متى عندما سمعت بكلام الطبيب جاء له بطبيب في مثل هذا اليوم جاء له أبو محمد بطبيب يقال له أثير بن عمر فأمر بأن تذبح حشات هذا طبيب حادق أمر بأن تذبح حشات واستل عرقا منها عرقا حارا وفتح الجراحة جراحة أمير المؤمنين وأرسل ذلك العرق في جرح أمير المؤمنين وربطه من جديد وانتظر قليلا تذر بعد ذلك فتح الجراحة واستل العرق ورفعه ونظر إليه وإذا به قد تكلل بدماغ أمير المؤمنين أطرق إلى أمير المؤمنين قال له يا بل حسن اعهد عهداك وأوصي وصايا فإن ضربة اللعين قد وصلت إلى الدماغ ساعد الله قلب العقيل زينب عندما سمعت هذا القول استأذنت للدخول عليه أدخلوها عليه فرمت بنفسها عليه قائلة أبى من لنا بعدك يا أمير المؤمنين أمير المؤمنين أن تعزنا إذا شاهت الوجوه ذل الله وأنت جمعنا إذا الموكب الكبذير قل لا يا أمير المؤمنين ما لنا ولأهل الكوف أوالي ونزلت الكوف يا علي قشر علينا نطلب من الله الطيب وتردنا المدينة قشر علينا نزلت الكوف يا أبو حسين فالك عسفا للسلامة يا ضي العين قالها الحسين يخت السلامة للأبو من عيان ما تنظرين السياف شك غرت جبينا ما ظنتي من طبرة حامل حما يقوم وهذا الطبيب يقول سيف الرجيس مسموم ومقزن أبونا حسبتا يومين بعد يوم ولونا تغير وانخطاف ما تنظرين قالت يا عقلين نطلب من الله السلامة موان السلامة موان السلامة موان السلامة يا زينة قالت يا عقلين نطلب من الله السلامة ويقوم بو الحسنين ويتم مصيام ونعيد بزينة ونعيد ونعيد يا تاما قال هيا سكل العيد لا تتذكرنا يا خطي يا زينة يا زينة بعيد كان تعيد الشام وكان الخبر والصيال يصير أبراك وإحنا بعد ليلة ويوم ونصير يتام وعند الفجار كهف الأرايان يتامل تفقدين صاح يتعسى بعيد البلم سجى يا ابو حسين وبالموت لتفاويل على عز المسلمين وبالموت لتفاويل على عز المسلمين اسم الله على كهف الأرامل والمساكين لا قالها الله يا حسين نفقد أبونا يا عبا ينصى يارب ينصى يارب ألف وصفع لحام الجار ينصى يارب ينصى يارب والما تم إله بالعيد ينصى يا عياب والإنس والجان نصبت لعزية يا لنس والجان نصبت لعزية قتلتم الصلاة في محرابها يا قاتليه وهو في محرابه يا الله اللهم فرج عنا وعن عبادك المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو أقرب من ذلك يا كريم من أرادنا بسوء فارده ومن كان